السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة أحلى أخوات وأحلى مطابعين معكم مامي الجنة ودي قناتي منوعات وأسر المطبخ لو أول مرة تشفوها ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل وكومنت محفز أسفل الفيديو اللهم بارك زي ما انت شايفين الحوش بكل أسره وتكاته وحركاته نبدأ على بركة الله ونقول صلو على الحبيب قلبكم يا طيب المكونات معنا يا بنات نص كيلو من اللحمة المفرومة نص كيلو من البصل المتصف ميته تشكيلة من الفلفل الرومي ودي اختياري نص معلقة من البكنج بودر ودي خطوة مهمة جدا والتركة مهمة جدا عشان عشان يا بنات لحمة الحوش بتاعتنا تبقى منفوشة وجميلة اللهم بارك زي ما انت شايفين كده التوابل بتاعتي معلقتين كبار من التوابل الحوشي معلقة كبيرة من الملح معلقة صغيرة من الفلفل الاسود نص معلقة من البكنج بودر ودي تركة مهمة جدا عشان الحوشي بتاعنا اللحمة بتاعته تبقى مزبوطة هو في نفس الوقت منفوشة وبعدك هنزل بتشكيلة من الفلفل الرومي والتشكيلة دي بانت اختياري تمام كده هنزل بقى بكل التوابل اللي معايا بس في خطوة مهمة يا بنات عايزة اقول لكم عليها بصراحة انا وقعت فيها بس يعني ايه عايزة اقول لكم عليها ما نحطش ملح مع التوابل الحوشي الا بعد ما نحط التوابل هنبصوا كل المقونات اللي انتو شايفينها دي هنحطها مع بعض معدل الملح لان التوابل بتاعت الحوشي جبتها من عند العطار وكان فيها نسبة كبيرة من الملح فالحوشي طلع ما هي حد اسنة تمام كده فما تحطوش الملح اللي بعد ما تخلطوا الخالط كله في بعض اللي هو البصل بالفلفل بالتوابل بالفلفل الرومي كل حاجة تمام كده وبعد كده هنشوف الملح بتاعها مزبوط تمام مش مزبوط هنزود على حسب الرغبة تمام كده يا بنات صلوا على الحبيب قلبكم يطيب كده انا عجنت المكونات بتاعت كلها اللحمة في البصل في الفلفل في التوابل في كل حاجة اللهم مبارك باقت كل الانسجة متجنسة مع بعضها تمام كده بعد كده هجيب معلقة على طرف ايدي كم من الزيت تمام وهالم بها ايه قطعة اللحمة بتاعتي او اللحمة بتاعت الحوش تمام كده وبعد كده طبعا ايه انا يعني يوميها بصراحة ما خبزتش العيش جبته جاهز كده من الفرن وقلت لبتاع الفرن كده هجيبه لأيه نص سوا تمام كده كده العجنة بتاعتنا كده تمام هسيبها حوالي نص ساعة كده وبعد كده ايه هبدأ احشيها معكم هنا العيش او زي ما انتوا شايفين قلت للراجل يعمله النص سوا بس بصراحة يعني ايه زودها شوية بس مش مشكلة انا اتصرفت يعني وزبطت اموري كده الحمد لله اهو تمام فتحت كده العيش من الجوانب تمام كده هبدأ اعمل اللحمة كده كور وافرد اللحمة كده من طروف العيش كده الجوانب عشان يبقى اللحمة كلها مفروضة في قلب العيش تمام كده ما شاء الله هجيب الرغيف التاني برضو وهفتحه اخدوا بالكم يا بنات وحنا بنفتحه تبقى الفتحة كده مصبوطة مش مش هرشرة عشان يبقى شكل الرغيف كده شكل كده وحلو في التقديم تمام كده اهو برضو وهبدأ افرد اللحمة برضو الجوانب زي ما قلتلكو في الظروف عشان ما يبقاش فيه حاجة في العيش في سندورشات الحوش يعني فضية تمام كده اهو دير ما يرضول زي ما انت شايفين كده يبرا الافر اللي بعد كده برضو عمله معاكو طبعا انا بحب اقول كل حاجة بالتفصيل عشان بالنسبة لبنوتات المقبولين على الزواج يعني ايه او لسه بدء ان يدخل المطبخ يستفادوا اكتر انا عارفة ان احنا كلنا ستات بيوت شطرين واللي عنده فكرة جديدة ليه الحوش ياريت يكتبها لي في الكومنتات وانا طبقها واللي طبق وصفة من وصفات يكتب لي في الكومنتات اخبار الوصفة ايه وسلوا على الحبيب قلبكم يتيب اللهم صلي وسلم مبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله كده يا بنات انا بزبط العيش قدامك اهو زي ما انت شايفين بحاول اقرب الكاميرا اهو زي ما انت شايفين اللهم مبارك وزي ما انتوا عارفين ان الحوش يميل الاكلات الصيفية الجميلة اللذيذة الخفيفة اللي ما بتاخدش في ايدينا وقت اللهم مباركوا داخل عليكم العيد الكبير كل سنة وانتوا طيبين بتبقى اكلات بقى دايما اللحوم الحوش الكفتة الحاجات دي كلها فان شاء الله باذن الله كل الفيديوهات دي موجودة عندي لو حابين ان انا نزلك فيديوهات اكتبوا لي في الكومنتات عايزين ورقة اللحمة عايزين الكفتة عايزين شاورمة اللحمة اللي تحبوه اكتبوا لي في الكومنتات وانا نزلك الفيديوهات ان شاء الله هنا يا بنات انا جبت الشبكة بتاعت الفرن بتاعتي وجبت كده ورق الزبدة زي ما نشايفين كده وهبدأ اجيب بالفرشة السيليكون تمام معلقة كده من السمنة وهبدأ ادهنها كويس جدا 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 وهمسك اللي الرغيفة العيش اللي معادي كلها رغيف رغيف هبطنه ووشه وضهر بالسمنة تمام كده سمنة سمنة على زيت سمنة على زبدة زيت على سمنة على حسب المتوفر عندك مش هنختلف تمام على حسب المادة الدهنية اللي بترتاحي فيها او بتحبي تستخدميها تمام كده اللهم بارك هبدأ اجيب كده الوش كده هدهنه او ادهنه او ادهنه باعي كده الوش واحطه كل رغيفين اتنين فوق بعض كل رغيفين فوق بعض طيب وهو في الفرن الوش ده هيتحمر هبدأ قليب على الوشك تاني وهاجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت لحد ما كله يتحمر يبقى زي الفل بس فيه ناس بتحبه يبقى ناشف ومقرمش بس انا بصراحة بنحب بطاري شوية تمام كده وطبعا التسوية ده على حسب الاختيار بتحبيه محمر قوي بتحبيه وسط بتحبي كده على حسب اللهم بارك كده انا خلاص قربته خلاص الكمية بتاعتي اهايه وطبعا الفرن بتاعي مسبك التسخين يعني اول ما بدأت اعمل احط الحووشي احط اللحمة في العيش الحووشي تمام بدأت اولع الفرن يعني انا هدخله دلوقتي على فرن مسبك التسخين على درجة حرار 180 او 200 على حسب فرن كل واحدة فينا كل واحدة اضرب الفرن بتاعها تمام كده ما شغال الله كده هخلص الكمية بتاعتي وهدخلها الفرن حوالي من نص ساعة من تلت ساعة لنص ساعة بس ناخد بالنا كويس الحوشي يا بنات مش بياخد وقت وخصوصا ان انا مصفية ميت البصل كويس جدا فمش هياخد وقت تمام كده ممكن يقعد معك ربع ساعة ممكن تلت ساعة ده على حسب الفرن بتاعك انتي صلوا على الحبيب قلبكم يطيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله كده انا خلصت الكمية هي اللهم بارك هبدأ اخدها كده وعلى بركة الله ودخلها الفرن على الرف الاوسط في النص كده وبعد كده ما شوالله كده خلصت معايا وطلعتها اللهم بارك حاجة كده لوزل لوزل لوز زبدة بجد كان طبق حاوشي انما ايه مقولكوش بقى ويا سلام انا شويت جنبه بقى كده قرون شطة ولو تشوي جنبه طماطم بقى يا جماله يا جماله انا بقى عشان عالج مشكلة اللهم صلى على نبي مشكلة ان الملح جيزيادة شوية بقى ناكله كده بشراح خيار وطماطم وشطة كده جنبه وحاجة بدون ملح خالص علجت للموضوع الحمد لله عدت على خير الحمد لله عايزة اشوف رأيكم في الكومنتات احلى اخواته احلى متابعين منوعات واصر المبخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته